السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في هذا الفيديو كانت من يلقاكم كلكم بخير وعلا خير كما كتابعوا معي هنا عمرنا سطح بالماء باش ننجربوا هذا العزل ديال الزفت وشخ الدم او في شي مشكل هنا عمرنا سطح بالماء احتل نيفو المطلوب وغنخليوا واحد المدة اقل شي ثلاثيا باش نشوفوش كينتش شي تصرف ديال الماء الاسفل قبل ما نغطيو على هاد الزفت ضروري يتكون هاد تجريبة قبل ما نوضعوا الفورما وزليجو للموزيك فوق من هاد الزفت فتابعوا معي الفيديو غيكون فيه كل تفاصيل والشرحات على العزل ديال الزفت بالطريقة الصحيحة باش ما يكونش حتى شي مشكل ديال تصرف ديال الماء خليكم معايا اكيد الفيديو يكون مفيد من الاعجاب ديالكم اذا ستابعوا معي المراحل ديال العزل ديال هاد سطح ففي الاول كنصوبوا الفورما يعني فورما دو بونس كتكون في الميالان مقادم زيان وغادي التجاه ديال القادوس من بعد كنوضعوا الزفت على حساب اشنو طالبي لينا بما ان هاد بروجي ديال التولا فاحنا كلتزموا بشنوكين في السي بي اس غاد نشاركوا معاكم في الاخير باش تشوفوا اه تفاصيل على المواد اللي حنا خدمنا بياه بعد ما كنقضو الفورما تنعطيوها الوقت الكافي ديال احتها كتنشف مزيان عاد كنرجعو نطبقو العزل ديالنا بالزفت اول مرحلة في العزل ديال السطح كنوضعو هاد المادة اللي هي الفلين كوت ضروري ندعوها هي اللولا عاد من بعد كنلسقو الزفت بالحرارة يعني بشاليمو رولو بجنب الاخر بحالة شكل اللي كتشوفو معايا اه ضروري ندعو الرولوات واحد بجنب الاخر وكل واحد كيدخول في لي جنبو بعشرات السنتيم يعني انت ندعوش واحد بجنب الاخر وانما اي رولو طلقناه كيدخول في اللي قبل منو بعشرات السنتيم اذا هاد يبو الفلين كوت اللي ضروري نرشو بيه من قبل عاد نسقو الزفت اه هنا غنخلي لكم السي بي اس باش تشوفو هاد اللي ديال طي اللي هي مهمة بزاف بنسبة الناس اللي ما عندهمش سي بي اس علاشي خدمو يلتازمو بهاد الاشياء لانها مهمة اه فالرولوات ديال الزفت كيتلسقوا واحد بجنب الاخر وكيدخلو بعشرات سنتيم بنسبة الزفت اللي جاي بالطول واللي سيكون بالعرض فاندخله بخمستاشر سنتيم باش ها كان ضمنو ان الزفت يكون مزيان وما يوقعش مشكل مع هادو كالطراف اللي كيكونو مرسقين واحد بجنب الاخر اذا كما كتلاحظو اللي جاي هاكا واحد بجنب الاخر كندخله فيه بعشر سنتيم ومليك كنوضعوه من جهة العرض فرا تدخل بخمستاشر سنتيم ومن جناب بما انها تستحقين اكسيسيبل يعني ما عندوش استور طالع بزاف فحنا طلعنا حتى الفوق لانا ما كنش لعلو بزاف بنسبة الناس اللي عندهم استور في سطح تيكون عالي فيطلعوه اقل شي 41 سنتيم كتكون كافية هنا يا واحد ملاحظة مهمة بنسبة القادوس داروري توضع فيه القرقوي القرقوي هي دي اللي كتشوفو معايا كتكون مصوبة من البلومب وهي اللي كتسد هدوك لباغوة او هدوك الفتحات اللي كيكونو بجنب ديال القادوس كنضمنو انهم تسدوهم زيان او ما يوقعش فيهم اي تسرب ديال ما من بلاسة ديال القادوس سواء القادوس عادي في الارض او بحال هذا اللي كيكون في الجانب يعني دروري توضعوا لقرقوي في جميع القرقوي في جميع القادس اللي عندكم في سطح اذا بعد ما كنوضعوا لقوش ديال الزيفس كنلسق القرقوي حتى هي كنلسقها المعلم بسخون باش كتلتاحم معدك الزيفس وفوق منها غتجي واحد لقوش خرى ديال الزيفس باش تغطي عليها وانضمنو ان هاد البلاسة تسد اسم زيان من الجناب وما يوقعش يتسرب من هاد البلاسة لان الاماكن ديال القادوس هي لبوان فابل في الممكن يوقع اي تساروب ديال الماء وبنسبة للسطح فمهم جدا اننا نقسموه باش ما تكونش عدنا لابونت كبيرة بزاف يعني تقسم على جوج او ثلاثة على حسب المساحة ديال السطح هنا وخاصة عندنا صغير تقريبا هنا يستين متر مربع ومع ذلك قسمنا على جوج باش هكا لابونت يعني سطح كل نص يمشي الجيهة وما يكونش عدنا لابونت كبيرة بزاف وما يكونش مشكل ديال الماء كي تجمع في شي بلاصة يعني قدمك كانت المساحة صغيرة كانت تحكموه فيها اكتر هنا اه كما تلاحظوا من بعد ما كانت لسطقها ديال القارقوي اه المعلمتي يضمن انها تلسط قسم زيان من الجناب ومن الداخل ومن بعد را غدا يوضع لاتها هي طرف ديال الزفت يعني الزفت يكون تحت منها وفوق منها اذا بالنسبة لمراحل ديال العزل ديال السطح كنصوبوا المرأة للفورمة اللي كتسمى فوق دوبونت اللي كنقضوا بها الميول ديال السطح في تجال قادوس من بعد كنوضعوا الفلين كوت وكلسقوا الزفت بحل طريقة اللي شرحت ليكم كنقضوا لي قرقوي مزيان ونعودوا نغطيه عليهم بالزفت وغا تجي المرحلة ديال تجريبة ان انا كنجربوا هات الزفت اللي احنا خدمنا واش مخدوهم مزيان ولا لا من خلال ان انا كنعمرو سطح بالماء وتنخلي واحد لمدة كافية حتى كنت اكدوا انه ما كنحتش يتصرف ديال الماء عاد من بعد تنخوذك سطح من الماء وكرجعو نوضعو فورمة واحدة اخرى فوق من هاداك الزفت وفي الاخير كتجي الاخر حاجة بنا نخدمو بها سوالا موزيك او زليج بالنسبة الهنايا هات الصحراء اناكسي سيبل غان نكتفيه انا نوضعو فيه غير ضالة بالبيطة كما هاتتابعو معايا في الاخر ديال الفيديو اه اسطح الا اناكسي او الزفت مزيان لاتيبقى سنوات من دون ما يوقع له اي مشكل اه فقط ضروري خسكم تجربو اه هاد اله هادسطح يعني يطفضعو هادتجربة ديال الماء باش إذا كان هناك مشكل في بلاسة تسلح قبل أن تغطي هذا الزفز فهذا المرحلة لا تهملوها دروري تأكدوا عليها نتحدث بالخصوص على البروجيات التي لديهم المنازل لهم يريد أن يقضي لهم الزفز أما البروجي بحال هذا الدولة فهذا يجب أن يلزم علينا أن نوضع هذه التجربة قبل أن نضع المرحلة الموالية التي نغطيها على هذا الزفز سوف نعطيكم تفاصيل على الزفز بالنسبة للزفز الزفز 4 مليمتر يكون كافي بالنسبة للعزل ولكن دائما سيبقى على حساب يعني نطلب لنا الزفز 4 مليمتر وهو أقل ما كين كين بعض المرات يطلبوا جوجة لكوش كي يكون المرحلة الأولى ديال الزفز ومن بعدها مرحلة أخرى يعني كتكون على حساب البروجيات اللي بغيت نأكد عليه أن بنسبة للسطح عادي ديال الناس اللي في المنازل ديالهم وبهو يوضعوا العزل ديال الزفز سيكون كافي أنكم توضعوا الزفز ديال 4 مليمتر وهو كي يتبع بالرولو الرولو كتكون فيه 10 متر في الطول ومتر في العرض ودائما المرحلة تحسبوا الكمية الزفز اللي عندكم ضرورة ودعوة الاعتبار أنكم كتدخلوا رولو في الآخر بـ 10 سنتين باش هكا تجيبوا الحساب مقاد تعرفوا شو أخصكم من الرولو على حساب المساحة ديال السطح ديالكم الرولو ديال الزفز اللي خدمنا به 8 ديالو كيتراوح ما بين 400 و 500 درهم على حساب النوعية والخدمة ديالو يعني التلساق ديالو ما بين 12 حتى 15 درهم المتر اذا هناليا كتشوفوا لحطوا معايا عمرنا سطح بالماء باش نوضع التجربة والحمد لله مكان حتى تصرف ديال المياه يعني الزفز تختم مزيان سوف نخبو هاد سطح بالماء من بعد مكة تدوز ثلاث يام احنا خليناها خمس يام لانا كنصادف السبس والحد وريسبسيون ديال الزفز كانت عندنا حتى اللاندي فبقات قريبا خمسيان ونهار ستاعد خويناه ما كان حتى شي مشكلة تصرف ديال الماء سوف نخبوه ونوضع الفورمة والضلج اللي بغينا دروري قبل ما نخبوه سطح بالماء نتأكدوا ندخلوا لداخل السقف ونتأكدوا ان ما كان حتى شي تصرف ديال الماء في شي بلاسة باش نتأكدوا ان العزل تختم مزيان وانو ما يكون في شي مشكل من بعد دروري نتأكدوا عاد من بعد نخبوه هادك سطح بالماء ونخدموا فوق منه الفورمة او زليج او لا موزيك على حساب اشنو عندنا غنخليكم مع الصور الاخيرة ديال الخدمة ديال هاد سطح بعد ما وضعنا عليه الفورمة ودالاج ان بيطان وحد دالاج اللي كنخدموها بالفواصل ديال تمدد باش ميوقع شي مشكل ان دك البيطان يترتق دروري نوضع فواصل ديال تمدد وكيكون هذا هو الشكل نهائي ديال السطح اللي خدمنا في الاخير نبغيتو سبنيو شدار او فيلا او توضعوا الفينيسيون ولا شي عزل هكا ديال السطح فانا عندي شركة تختص بكل ما يتعلق بالبناء والفينيسيون غنخلي لكم هنا البطاقة ديال المعلومات توصلوا معي عبر الاميل او عبر صفحتي على الفيسبوك اللي عندها نفس الاسم ديال القناة شكرا وإلى اللقاء